على رغم من حظر التجوال المفروض بسبب وباء كورونا تجمع عراقيون أمام السفارة التركية في بغداد يحملون لافتات تطالب بغلق السفارة التركية في بغداد وطرد السفير التركي ومقاطعة تركيا الدبلماسيا صار شهر أكو ضربات متتالية على المحافظة العراقية التي هي دهوك ومن تعبر قوات عسكرية من غير دولة وتشتاح الدولة العراقية 40 كم هذا نقدر نسميه احتلال ميداني هؤلاء المتظاهرون أكدوا بأنهم يريدون إيصال صوتهم الرافض للقصف التركي بعيدا عن موقف الحكومة العراقية اليوم قمنا بهذه الوقفة الاحتجاجية لمجموعة من الشباب هي فيها رسالة للشعب التركي والحكومة التركية أنه إذا كانت الحكومة هذه ما جاي تقدر توصل صوتنا وفكرتنا سنوصلها بالمباشر نيابة عنهم فيما يؤكد مختصون أن العراق الذي لا يريد استخدام الحلول العسكرية لردع تركيا فإنه يمكنه الاعتماد على ورقة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي خصوصا وأن حجم التبادل التجاري بين العراق والتركيا يفوق حاجز الخمسة عشر مليار دولار عن طريق مئات الشركات التركية العاملة في العراق الأهم إجراء يستطيع العراق أن يتخذها هو الإجراء الدبلوماسي والضغط الدبلوماسي يعني توجيه ضغوطات إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية بين العراق والتركيا والأمر الثاني مسألة حصار الاقتصادية والمقاطعة الاقتصادية ومنع الشركات التركية من الدخول إلى العراق ووضع إطار عام لإعادة وتنظيم هيكلة العلاقات مع التركيا مؤخرا نفذت تركيا ضربة جوية بطائرة مسيرة على الحدود العراقية أسفرت عن مقتل ضابطين عراقيين وجندي أخر مما دفع بالعراق لتصعيد لهجته الرافضة للتحركات التركية ورفض بغداد استقبال وزير الدفاع التركي الذي كان ينوي زيارة العراق يتبلور موقف عراقي أكثر وضوحا تجاه الاعتداءات التركية المستمرة على شمال العراق على المستوى السياسي والشعبي لكن الشارع العراقي يطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة من المواقف السابقة وأخذ خطوات أبعد بكثير من الاستنكار والتنديد مصطفى القطان قناة الغد بغداد